مرحبا بكم اطلاع الوضع في المدينة سنتحدث معه بداية دكتور مفيد يعطيك العافية لو حدثتنا عن من استلموا شققهم حتى الان كم هو العدد وهل المدينة جاهزة تماما ليسكنها هؤلاء اولا نقدم الشكر لدولة قطر للامير والد حمد والامير تميم من حمد والى الحكومة القطرية والى الشعب القطري حقيقة على هذا الدعم الذي تقدمها لامناء شعبنا في قطاع غزة وكل امناء فلسطين ولكن حقيقة نحن يعني كان لدينا مشكلتين أساسيتين هي مشكلة امداد خط البنية التحتية واللي هو العادم المياه العادمة واللي هو خط الكهرباء تم امدادهم الحمد لله وتم امداد خط استثنائي بشكل سريع جدا حتى يعني يستطيع الناس انه يسكنوا في هذه الوحدات السكنية بدأنا بالتسليم كوزارة اشغال واسكام بالتسيق مع الاخوة في اللجنة القطرية بتسليم هذه العوائل الشقق ولدينا كل يعني يوم يتم تسليم يعني ما يقارب ثمان وحدات سكنية من هذه الابراج يعني خلال عشر ايام سننتهي بالكامل من تسليم عدد المرحلة مدام هذه الشقق ما زالت حتى الان لم يوصل بها الكهرباء والمياه قلتم لنا او عرفنا بانكم اضطررتم لاستعجال بتسليم هؤلاء الاشخاص لشدة حاجتهم الى السكن اليها ماذا بهذا الخصوص انا بشكرك فعلا عن هذا السؤال هو يعني كان حاجة الناس والضائق الذي يعيش فيها بناء قطع غزة وبالتالي هذه العوائل يعني ذات الله الذي لا يوجد لها مأوى حقيقة وضح مؤلم جدا فكان هناك ضغط لدينا في وزارة الاشغال يوميا هدات كبيرة تأتي واصبح يعني يشعر انه هناك ليس مصدقية اننا نسلم الشغاء قلنا للاخوة يا اخوان انتظروا فقط يعني ايام ايام حتى ان وصلنا لهذا اليوم ولذلك حتى اذا رأيت هذه الشقة الان يعني هؤلاء السكان يأتوا الى هذه السكنهم ولا يوجد كهرباء كما قال صاحب الشقة يعني قال انا يعني لا استطيع ان ادفع ايشار القادم ولذلك انا لجأت واشكر دولة قطر على اني قد تم ترشيد اسمي في هذه الشغاء في هذه الشغاء وكان نصيب له شقة فيعني الناس يعني لدينا جزء كبير يعاني من مش بداخل محدود بل لوجد له داخل حتى لا في اولاد ولا في ولا لزوجة او للزوج ولذلك يعني يلجأ الى هذا المأوى يعني هذا اقل انه هناك مأوى يليق بأدميتهم لذلك اتت هذه الاسر وبعد ضغط الشارع الفلسطيني والغزي بالذات تم يعني هناك اراء الينا ان نسلم هذه الشغاء برغم منها الحمد لله وهذا هو افضل حل يعني لان هناك كان ضغط لدى الشارع اشترك لو لم تنتهوا تماما المهم انهم لا يستطعون البقاء هناك ولا يريدون ان يبدأوا حساب شهر جديد في الايجار هذا صحيح وانتهينا من موضوع مثلا يعني خط مدد الكهرباء الان هي موضوع الكهرباء هي ازمة في قطاع غزة بالكامل يعني لا يوجد كهرباء ثلاث اربع ساعات في كل قطاع غزة يعني بعض المناطق لا يصل لها لا تتعدى ثلاث ساعات فنحن يعني الامداد الخط تم ايصاله من طرفنا تم الاتفاق مع شركة الكهرباء فقط انه ان تعطي هذه الوحدات السكنية يعني اي لحظة ممكن ان تعطي الامدادات والامور اللوجستية انتهت من طرفنا كوزارة اشغال ولكن هي ازمة قائمة في قطاع غزة سنتجول في هذه الشقة برفقتك اذا سمحت لتحدثنا عن الارقام التي تم تسليمها وسيتم خلال الايام القادمة هذا هو مطبخ الشقة يعني بحالة جيدة بحالة يعني تليق بابناء شعبنا والحمد للان عملت يعني على مستوى يعني محترم يليق بابناء شعبنا الفلسطيني لذلك يعني نوجه وكان يعني ونوجه الشكر للاخ اللو السفير محمد العمادي حقيقة الذي يمثل دولة قطر وهو يأتي دائما الى قطاع غزة ويتابع كان يتابع هذا الامر بتفسير وان شاء الله له زيارة قريبة الى قطاع غزة كان سيأتي يعني ولكن ظروف كانت عمل هي من حجزت هذا الامر التأخير ولكن بكل وضوع يعني اقولها بكل احترام لهذا الشخص الذي يكون دائما يمثل دولة قطر بكل دولة قطر عندما يأتي ويتابع حتى يعني تشتيبات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة لموضوع عملية الاعمار في قطاع غزة ولذلك تريني اختي يعني انه موضوع التشتيب بحالة جيدة الابواب يعني من النوع الجيد والمحترم اذا نظرت الى موضوع الشبابيكية موضوع من النوع الفاخر والجيد من موضوع الالمونيوم نو حتى البلاط يعني بشكل يليق ونعم يعني لم تضع مواصفات يعني كل المواصفات وحسب الجودة وحسب المقيسة الفلسطينية وبحالة يعني راقية جدا حتى موضوع المفاتيح الكهرباء من افضل الانواع تم وضحها وهناك لدينا في وزارة الاشغال كاشراف عام لهذه المشاريع تدقيق كامل وبكل مسئولية انه عدم التسييب في موضوع المواصفات هذا موضوع ليس هناك اي تلازم مواصفات جيدة كما تفضلت لكن حتى انتهاء تسليم المرحلة الاولى كم عدد الذين سيستغلمون شقق في هذه المدينة نعم هذه المرحلة يعني هي عبارة عن 1060 وحدة سكنية من ابناء قطاع غزة من كل ابناء من كل مراحل العمار من دوء الداخل المحدود من الفقراء الذين ليس لهم داخل من الذين ليس لهم حتى عمل طبعا من كل الشراحة الفلسطينية وتمت بطريق قرعة لكل هؤلاء الاسماء التي تم ترشيدها وذلك بالتنسيق مع الاخوان باللجنة القطرية ومع الاقل سعدة السفير محمد العمادي بالتواصل الدائما دكتور ماذا عن المرحلة الثانية والثالثة بالذات الثانية اين وصل العمل بها الثانية برضو اطمنك واطمن ابناء شعبنا الان كما ترون ان شاء الله عندما نخرج من هذا الموقع هي الان في مرحلة التشطيب يعني تم بناءها وتم العملية الانشاء وتمت عملية المراحل التشطيب النهائية والان بالتشطيب الداخلي والخارجي يعني اتوقع باذن الله ان شاء الله في خلال يعني العام المقبل في بداية العام المقبل ستكون انتهينا من حتى نبدأ بتسليم 1060 واحدة سكنية جديدة تتحدث الان عن 2120 واحدة سكنية وهناك مرحلة ثالثة 1060 واحدة سكنية اخرى وان شاء الله سنبدأ بعد ان ننتهي من المرحلة الثانية دكتور اريد ان اسألك السؤال الاخير ليتسنى لنا الحديث مع مالك هذه الشقة المالك الجديد هناك بعض العوائل ربما لا تتمكن لظرف ما او لا لا تريد ان تسكن في هذه المنطقة على الرغم من توافر المواصفات كما تفضلت مثلا تريد ان تبيعها وتستفيد من ثمنها وضعتم انتم قانونا فيما يتعلق بهذا او شرطا لو تحدثتنا عنه يعني حقيقة نحن وضعنا قانون وهذا بالتوافق مع اللجنة الخطرية ولكن نحن كحكومة فلسطينية وكوزارة اشغال واسكان معني ان هذا عندما تم قرأ على هذه الاسماء وتم ترشيد هذه الاسماء وان كان نصيب لبعض الاسماء اكس او واي من الناس من امناء شعبنا انه لا يستطيع ليس من المعقول ان يبيع هذه الشقق لان هي ليس لموضوع التجارة يعني ولذلك تم شرطا مع انه يمنع منعا باتا الى بيء هذه الشقق جميع الافراد ومن يثبت عليه سيتم توقف معاملته حقيقة لانه يعني لا يعقل انه ان تسلم هذه الشقق الانسان هو يحتاج اليها وتحتاج هذه الاسرة الى ان تكون يعني في مكان يليق بأدمية ابناء شعبنا وبعد ذلك يكون الزوج اول اول ظروف ما ان يبيع هذه الشقق هذا يعني لا يعقل لانه لدينا عداد كبيرة جدا في قطاع غزة محتاجة بشكل كبير هذا الشقق فانا بقول طبعا وبأكد من خلال طبعا الجزيرة الباشر يعني يمثل كل الشعب الفسلي وكل الامة العربية نقول بكل احترام لمن يعني ان يحترم قرارات هذه الحكومة وقرارات وزارة الاشغاء والاسكان بان يلتزم بعدم البيع وان يتم بيع ستكون هناك اجراءات قانونية ضد هذا الشخص دكتور اريد ان اشكرك ولكن كي نستغل تواجدك معنا اخيرا ازمة السكن في قطاع غزة هذه الخطوة ستحل جزء كبير منها هل هناك حلول اخرى قادمة في الافق لسكان القطاع والله انا يعني اتحدث يعني ان موضوع الاسكان هو كان قبل العدوان الاخير على قطاع غزة يعني لدينا اكثر من عجز من خمسة من الف وحدة سكنية احتياجاتنا الديمغرافية ونحن كوزاة اشغال يعني ان القدر اننا يعني بدأنا بعد ان كنا بهذه الحكومة في عملية عادة اعمار ما تم تدميره نحن نقول نريد كنا نبدأ بعملية عادة تطوير وليس التدمير يعني نحن نقوم بتدمير يعني اصلاح وعمار ما تم تدميره في العدوان السابق على قطاع غزة ولكن احتياجات قطاع غزة وهذا كانت دراسة لدينا وزارة الاشغال بالتنسيق مع الامر ومع المؤسسات الدولية ان احتياجات قطاع غزة الديمغرافية بعدد ازداد سكان قطاع غزة الذي ازداد سنويا من خمسة واربين الى خمسين الف مواطن فلسطيني جديد هو يحتاج فعلا الى موضوع مش اقل من خمسة وسبعين الف وحدة سكنية هي احتياجاتنا في قطاع غزة وقد ازدادت نعم ولكن بعد الحرب ولكن ما حصل من هذه الوحدات تخفف نوعا ما عن وضع شعبنا في قطاع غزة بالاخص ولدينا بعض الآن لدينا ما يعادل اربعين وحدة سكنية نقوم بها جزء منها من المنحات القطرية جزء منها من منحة سعودية جزء منها من منحة الإيطالية جزء من منحة كويتية جزء من منحة حتى الآن تركية هناك لدينا في الطريق يعني اعداد وتصميم لبعض الوحدات الجديدة طلب مننا من دولة الامارات العربية لدينا مجموعة من المنح ولكن هناك منحة اماراتية في الطريق لمن ستكون منحة اماراتية لنفس الغرض لدول الدخل المحدود وهذا ما تأمي بلغنا بهذا الامر بالتنسيق مع الاخوان في وكالة الغوت لتحديد قطة ارض في منطقة قطاع غزة في وسط قطاع غزة ونعمل جزء منها متفرقات احتياجات كل القطاع وكل شراع القطاع ولكن كانت دولة قطر هي السباقة بهذا الامر حقيقة بموضوع هذه الوحدات السكنية نقول لهم كل الشكر وكل دول مجلس تعاون نقدم لهم الشكر والاحترام ولكل من يقدم لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن توجد بالقدس بالضفة الغربية في قطاع غزة ولكن أنا أقول أنه نعم هي تخفف من احتقان الموجود والاحتياجات السكانية لأبناء قطاع غزة بالذات الذين لا يوجد نحن نعيش في حصار لأكثر من عشر سنين وذلك الحصار تولدت قضايا متراكمة وأزمات متراكمة متراكمة ولكن هو حل ويؤدي نوع من الفرج على أبناء شعبنا الفلسطيني ونتمنى من كل الدول الشقيقة والمسلمة والعربية والأصدقاء الشعب الفلسطيني أن يكون مزيد من هذا التبرو حتى يساعد أبناء شعبنا الفلسطيني رقم رشح بأن هناك حاجة لمئة ألف وحدة سكنية في قطاع غزة هناك هذا حل ولكنه ربما سيخفف من المعاناة أشكرك جزيلاً معالي الوزيرة الدكتور مفيد الحسين وزير الأشغال العامة والإسكان والآن سنتحدث مع أصحاب هذا البيت الذين استلموه خلال الأيام القليلة الفائتة الحاج أبو عبدالله المدهون بداية يعطيك العافية مبروك عليك السؤال الجديدة ولو كلمتنا عن وضعك بداية أنت وين كنت عايش وكيف كنت عايش أنا عايشة تقريباً 21 سنة بالأجار وتقريباً يعني لفيت كذا بيت مش بيت واحد وكلها بالأجار والحمد لله بشكر دولة قطر اللي منحتنا الشقة هذه والحمد لله رب العالمين وبذكر كل الدول الإجارات بعد الحرب وفي الظروف الحالية غليت كتير أنت كنت عندك مصدر دخل يكفي أنك تدفع المبالغ الكبيرة هذه تقريباً أنا مستفيد بس من الشهور الاجتماعية عمل مع تقريباً أربع سنوات أقاعد عن العمل وطلعت من الباكة أنه مكسور علي أصلاً أربع شهور وما قدرتش أكمل الشهر الجديد اللي بدو ييجي لا عشان هيك والحمد لله تقريباً غزة أجرتها إذا كان في المعسكرات من ستمية لخمسمية بره المعسكر قل بشكل تابن ميت شكل طبعاً إنها واحد عطاً لنا العمل إيش بدو يجيب والحمد لله رب العالمين اللي رب نعطاني الشقة هذه عشان هيك أنت استعجلت أنا عرفت أنك تيجي تسكن حتى لو إنها لسه مش جاهزة تماماً موضوع الكهرباء والماء نفس اليوم إجيت جيبت للأولاد والعيال وجيت سكنت نفس اليوم؟ نفس اليوم معي لديت كهرباء بأمشي عليها غزة كلها بأزمنت كهرباء مش بس عقد يعني بيت ولا بيتين الحمد لله رب العالمين كنت متابع خلال فترة العمل من أيام ما أسلم وبلغوني إنه طلعت لك شقة وأنا على طول متابع وبستلنا يوم بيوم وقتش أسلم تقريباً سنة وأربع شهور لما أستلم طيب وهنا إنت لما جيت أخدت مساحة 130 متر عندك بس اتنين أطفال؟ عندي أربع أطفال عندي بنت متجوزة وعندي أولاد شب السنوية وعندي الطفلين هزول طيب كيف شفت البيت تشطيبه ومكانه وهيك؟ من ناحية البيت الحمد لله كويس والتشطيبه كويس وكمان نفس المجمع نفسه الحمد لله كويس يعني الخدمات كلها بس اللهم أنا أقصر المياه والكهرباء تيجي السكان بكونوا متريحين ساعتها وهي اللي وعدتكم فيها الوزارة خلال أيام إن شاء الله؟ أشغال والله ما قصرت وبرضه جاهدت يعني ساعة وجاهدت لبينما وحنا كمان بنزيد على الوزير إنه يتواصل مع سيادة الرئيسة بمازن إنه إحنا زي ما أنت شايف إحنا بالأجرات عفش زي ما أنت شايف ما فيش أمنى من سيادة الرئيس إنه لو يساعد لو بيش بسيط بتاع فيش بسيط للبيت أو من إنه يكله دور يعني مع الأسر التعبانة هي غزة كثريتة يعني أسرها تعبانة من حكاية البيوت بالزاد وبعد الحرب الأخيرة زاد الهم عن مئة مرة زاد مش مرة واحدة ولا مرتين أبو عبدالله خلينا نتكلم مع زوجتك هي أكيد إن شاء الله مش مشكلة مع الوزير لو تطلق مكانك رح أتكلم مع عبدالله مبروك البيت اتكلمي لنا لما جيتوا استلمتوا كيف شفتي كيف تغيرت بالنسبة لكم حياتكم لأنا وإحنا نشوفها الحمد لله فرحانين على البيت فضر الحمد لله واحد وعشرين سنة وإحنا بالعجار الحمد لله رب العالمين فرحتنا في البيت واحد وعشرين سنة وانا بدور الناس الحمد لله بنشكر كل واحد ساهم في المشروع شكرا لكل واحد عملنا خير وسكرنا وصلنا لها الحمد لله الحمد لله ألف مبروك الحمد لله إننا شفنا دموع الفرحة بالنهاية هي أسهل من كل المعاناة والعدب أكيد هي دموع فرحة كيف حالك؟ الحمد لله أنت بتعيطي كمان؟ ليس بتعيطي؟ معانوا معانا لأنهم سكنوا عند الناس الحمد لله انت حكيلي ليش بتعيطي حبيبتي؟ ليش باب بتعيطي؟ حكيلي حكيلي مالك ليش مالك؟ ليش بتعيطي؟ موال فرحة يعني أنت ما كنتش مبسوطة في بيتكم هناك؟ ليش؟ يعني كنا أجار بس يعني كنا بس بالأجار كيف شفت البيت هنا؟ انبسطت عليه؟ شفت غرفتك؟ كيف غرفتك؟ ليش الحمد لله كيف هي؟ ليش؟ ما هي الحلو فيها؟ إنها واسعة واسعة؟ واش كمان؟ حلو في المدينة وفي المكان ايش حلو؟ كل إشا طب في إشي مش حلو ما عجبك خلينا نغيره نحكي لهم يغيره؟ كله حلو الحمد لله الحمد لله شكرا لك حبيبتي وألف مبروك وجميل أن نشاهد دموع الفرحة في أعين هؤلاء الناس بعد أن عانوا كثيرا لسنوات طويلة في بيوت الإيجار وفي ظروف قاسية جدا لا يعلم بها إلا الله في هذه المدينة التي يقولون بأنهم لم يكونوا يوما يحلمون بأن يسكنوا فيها وأخيرا حلت أزمتهم وما زالت هناك أعداد كبيرة في قطاع غزة تنتظر أن تتسلم شقاقها في المرحلة الثانية والثالثة ضمن المنحة القطرية من سمو الوالد سمو الشيق حمد أمير قطر السابق هذه المنحة التي حلت أزمة الكثير في قطاع غزة ولكن هذا القطاع ما زال يعاني وما زال هناك الحاجة للمزيد لحل أزمة الإسكان في القطاع أشكركم جزيلا أعزائي المشاهدين على المتابعة ونودعكم في أمان الله